وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وآله وصحبه وسلم أخواني يحييكم بتحية الإسلام بتحية الجنة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخواني هذه الحياة قصيرة جداً إذا قيست بميزان الآخرة فهي لا شيء لأن الآخرة أبدياً تنسر مدية وهذه الدنيا فما متى على الحياة الدنيا الآخرة الأقلي يقول عليه الصلاة والسلام إنما مثل حياة الدنيا في الآخرة كأن يضع أحدكم أصبعه في اليم اللي هو البحر فينظر ماذا؟ ما ينقص أصبعك لأنه أهد الحياة وثانياً أعمارنا قصيرة أعمار أمته بين الستين للسبعين والقليل ما تجاوز ذلك فهذا الوقت هذا الذي تقطيف في الحياة الدنيا إذا استثمرته في طاعة الله سعت سعادة أبدياً تنخلود في الجنة وإذا ضيع الإنسان ربما يكون هذا العمر وبالا عليه لذلك نعتبر مروا الأيام نعتبر مرهم بالأمس بدأت انتهت سنة 1442 هجري وبدأت 1442 الآن وانتهت 1441 وكانها يوم واحد لذلك الأيام كل يوم يبعدنا من الدنيا ويقربنا من الآخرة نحن سائرون كل يوم خطوات إلى الدار الآخرة فلا بد أن يبقى وهذه محطة نتزود ونزوده فإن خير يزاد التقوى إنما مثل الإنسان في هذه الدنيا كرجل مسافر استظلت تحت الشجرة ثم ذهب وترك لا أخذ من هذه الدنيا أعمال هذه الدنيا مرحلتها بسيطة جداً فلذلك لابد الحياة الخلود في جنة يا نار فريقهم في الجنة وفريقهم في السبب وأنت اللي تختار إن أردت الجنة في هذا الطريقة استغل وقتك فيها في طاعة الله سبحانه وتعالى وإن أردت النار ولا حدني بالنار لذلك لا تفرط في حياتك ووقتك وقتك عمرك ووقتك ووقتك لذلك أقسم الله باللعب العصر والعصري إن الإنسان لا في خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحة وتواصلوا بالحق وتواصلوا بالصالح هؤلاء هم الناجون ثم أقسموا وضحا لأهمية الوقت لذلك لابد الإنسان يستغل وقته في طاعة الله الرجل صلى الله عليه وسلم يقول بادروا بالأعمال سبعاً فهل تنتظروا لفقرة مسية أو غنى مطغية أو مرض مفسدة أو هرم مفندة أو موت مجزة أو الدجال فشر غائب الانتظر والساعة وساعة أدهام ويقول العصر أغتنم خمساً قبل خمس فراغ قبل شغلك وصحتك قبل سقمك وغنائك قبل فقرك وصحتك قبل وحياتك قبل موتك فإذا فراغتها فانصب إلى ربك وحياتك قبل موتك إلا انتهت الحياة انتهى العمل وهناك الحساب اليوم عمله ولا حساب قد أن كل المجزين بعمله من يعمل صالحاً من ذلك فمن عمله صالح من ذلك وهو مؤنفل نحيين حياتاً طيب ولا نجزينه ما أجرم بحسن ومن عمل السوء والعيادة بالله فسيسوي إجزابه ما لم يتوب فلذلك إذن لابد الإنسان إذا انقطع العمل الإنسان إلا من شيء غرسه غرسه إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث صداً قد نجاريه أو علم ينتفع به ونسأل الله أن يكون هذا من علم النافع أو ولد صالح يدعو له ولد تعب عليه وربه على طاعة الله سبحانه يدعو له وترفع درجات الأبي ومن القيام يقول ربي ما رفعتني قال بيدعاه ولدك الصالح لك فليغتم من الإنسان وقته فليغتم حياته حياتك لا تتكرر لا تجازف في حياتك كل شيء غامر فيه إلا حياتك ووقتك لأنه ما ينكرر ما في حياتين في الدنيا هي وقت العمل واحد ولا يدري الإنسان لكل أجل الكتاب فإذا جاء أجلهم لا يستخدمون ساعتهم لا يستخدمون فلنستفدوا الوقت لا تضيع وقتك في اللعب والعبث بل في طاعة الله في قراءة القرآن في الذكر في الصلاة في أعمال الصالحة حتى يوم القيامة تجد ذلك في كتابك أسأل الله بمن وكرمه أن يوفقنا وإياكم ويوقضنا وإياكم من الغفلة وأن يختم لنا وكم بخير فالأعمال بالخواتيم نسأل الله حسن الخادمة وآخر الدعواء الحمد لله ربعا والصلاة والسلام على نبي محمد والأله وصحبه والسلام والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ترجمة نانسي قنقر